والآن عزيزي الطلاب وبعد أن تعرفنا على الطرق الجبرية لحل نظام معادلتين آنيتين ننتقل إلى الحل البياني ولإيجاد الحلوة المشتركة للمعادلتين آنيتين بيانيا علي أولا أن أقوم بتمثيل مجموعتين حل المعادلتين بيانيا بمستقيمين ونقطة تقاطع المستقيمين أو النقاط المشتركة بين المستقيمين تمثل حلا للمعادلتين الآنيتين وسنرى ذلك بوضوح من خلال الأمثلة التالية حل المعادلتين التاليتين بيانيا المعادلة الأولى سين ناقص صاد زايدا واحد ساوي صفر والمعادلة الثانية سين زايد صاد ناقصا خمسا يساوي صفر الحل نقوم بتمثيل مجموعتين حل المعادلتين بيانيا فنبدأ بالمعادلة الأولى وبما أن معادلة الدرجة الأولى ذات متغيرين تمثل بيانيا بمستقيم والمستقيم يحدد بنقطتين على الأقل إذن نوجد زوجين مرتبين يحققها المعادلة وذلك بكتابة المعادلة بدلالة أحد المتغيرين فإذا كتبنا المعادلة الأولى بدلالة المتغير سين تصبح المعادلة بهذا الشكل صاد يساوي سين زايدا واحد ثم بعد ذلك نكون جدول القيم كما نشاهد الآن ولأن المعادلة المكتوبة بدلالة المتغير سين إذن علي أن نختار قيمتين للمتغير سين ثم بعد ذلك أوجد قيم المتغير صاد المقابلة لها فإذا أخذنا الصف والثلاثة نوجد الآن قيم صاد المقابلة لها بالتعويض عن سين بصف تصبح صاد تساوي صف زايدا واحد أي أن صاد تساوي واحد إذن قيمة المتغير صاد تساوي الواحد ونحصل على الزوج المرتب صف وواحد وبنفس الطريقة نعوذ عن قيمة المتغير سين بثلاثة وتصبح صاد تساوي أربعة ومنها نحصل على الزوج المرتب ثلاثة وأربعة نقوم الآن بتمثيل الزوجين المرتبين على الرسم والزوجة مرتب صف وواحد تمثله النقطة الواقعة على محور الصادات كما نشاهد الآن والزوجة المرتب ثلاثة وأربعة تمثله النقطة المقابلة للثلاثة من محور السينات والأربعة من محور الصادات كما نشاهد الآن نقوم الآن برسم خط مستقيم يمر على النقطتين ثلاثة وأربعة وصف وواحد وبهذا نكون قد مثلنا مجموعة حل المعادلة سين ناقص صاد زايدا واحد يساوي 0 أو المعادلة المكافئة لها صاد يساوي سين زايدا واحد بيانيا بخط مستقيم بنفس الطريقة نقوم بتمثيل مجموعة حل المعادلة الثانية سين زايد صاد ناقصا خمسة يساوي صفر إذن علي أن نكتب المعادلة أولا بدلالة أحد المتغيرين فنكتبها مثلا بدلالة المتغير سين وتصبح المعادلة صاد تساوي خمسة ناقص سين الآن نختار قيمتين للمتغير سين ولتكن مثلا سالب 1 و 4 نعوض عن سين بسالب 1 فتصبح صاد تساوي 6 إذن قيمة المتغير الصاد المقابلة هي 6 ومنها نحصل على الزوجة المرتبة بسالب 1 و 6 بنفس الطريقة نعوض عن قيمة المتغير سين ب 4 وتصبح صاد تساوي 1 إذن صاد تساوي 1 ونحصل منها على الزوجة المرتبة 4 و 1 نقوم الآن بتمثيل الزوجان المرتبان على الرسم بالنقطتين ونبدأ بالزوجة المرتبة بسالب واحد وستة وتمثله النقطة التي أمامنا الآن بنفس الطريقة نمثل الزوجة المرتبة بأربعة وواحد بالنقطة المقابلة لأربعة من محور السينات والواحد من محور الصادات نقوم الآن برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين وبهذا نكون قد مثلنا مجموعة حل المعادلة السين زي الصاد ناقص خمسة يساوي صفر أو المكافع لها صاد يساوي خمسة ناقص سنسين بيانيا بمستقيم إذن المستقيمان يتقاطعان في نقطة نوجد إحداثي هذه النقطة وإحداثي هذه النقطة هي الاثنين والثلاثة إذن النقطة اثنين وثلاثة هي نقطة مشتركة للمستقيمين أو نقطة تقاطع المستقيمين وبالتالي فإن مجموعة حل المعادلتين هي الزوجة المرتبة اثنين وثلاثة ننتقل إلى مثال آخر حل المعادلتين التاليتين بيانيا المعادلة الأولى اثنين سين ناقص صاد يساوي أربعة والمعادلة الثانية صاد ناقص اثنين سين يساوي واحد وسنقوم أولا بتمثيل مجموعتين حل المعادلتين بيانيا بمستقيمين ونبدأ بالمعادلة الأولى ونكتبها بدلالة المتغير صاد مثلا أو لتسهل علينا تقوين جدول القيم وتصبح المعادلة بهذا الشكل سيني ساوي أربعة زائل صاد على اثنين نكون الآن الجدول ونختار قيمتين للمتغير صاد لأن المعادلة مكتوبة بدلالة المتغير صاد ولتكن سالب اثنين واثنين نقوم الآن بالتعويض عن قيمة المتغير صاد سالب اثنين في المعادلة سيني تساوي أربعة زائل صاد على اثنين وتصبح سيني تساوي أربعة زائدا سالب اثنين وتساوي اثنين على اثنين أي سيني تساوي واحد إذن قيمة المتغير سيني المقابلة هي الواحد ومنها نحصل على الزوج المرتب واحد وسالب اثنين وبنفس الطريقة نعوض عن قيمة المتغير صاد باثنين في المعادلة وتصبح سين تساوي 4 زايدا 2 على 2 و4 زايدا 2 ب6 و6 على 2 ب3 إذن سين تساوي 3 ومنها نحصل على الزوج المرتب 3 و2 نقوم الآن بتمثيل الزوجين المرتبين 1 وسالب 2 و3 و2 على الرسم بنقطتين ونبدأ بالزوج المرتب 1 وسالب 2 وتمثله النقطة المقابلة 1 على محور السينات وسالب 2 من محور الصادات كما نشاهد الآن وكذلك الزوج المرتب 3 و2 تمثله النقطة المقابلة على الرسم نقوم الآن برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين وبهذا نكون قد مثلنا مجموعة حل المعادلة 2 سين ناقص صاد تساوي 4 أو المكافئة لها سين تساوي 4 زايدا صاد على 2 بيانيا بنفس الطريقة نقوم بتمثيل مجموعة حل المعادلة الثانية صاد ناقص 2 سين يساوي 1 فعلي أولا أن أكتب المعادلة بدلالة أحد المتغيرين وليكن مثلا المتغير سين وتصبح المعادلة بهذا الشكل صاد يساوي 1 زايد 2 سين نختار الآن قيم للمتغير سين ولتكن مثلا صفر واثنين نعوض عن سين بصفر وتصبح صاد تساوي 1 ومنها الزوج المرتب صفر وواحد وبنفس الطريقة نعوض عن قيمة المتغير سين في المعادلة فنحصل على قيمة المتغير صاد وهي 5 ومنها نحصل على الزوج المرتب اثنين وخمسة نقوم الآن بتمثيل الزوجين المرتبين على الرسم بنقطتين فنبدأ بالزوج المرتب صفر وواحد وتمثله النقطة المقابلة على الرسم والواقع على محور الصادات والزوج المرتب اثنين وخمسة تمثله النقطة المقابلة لاثنين من محور السينات وخمسة من محور الصادات نقوم الآن برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين وبهذا نكون قد مثلنا مجموعة حل المعادلة صاد ناقص 22 ساوى 1 أو المكافئة لها صاد ساوى 1 زايد 22 بيانيا بمستقيم نلاحظ الآن من الرسم المستقيمان لا يتقاطعان أي أن المستقيمان متوازيين وهذا يعني أنه لا توجد نقطة مشتركة بين المستقيمين إذن مجموعة حل المعادلتين هي المجموعة الخالية phi ننتقل إلى مثال آخر حل المعادلتين التاليتين بيانيا المعادلة الأولى 22 زايد صاد ساوى 3 والمعادلة الثانية 40 زايد 2 صاد ساوى 6 الحل نقوم أولا بتمثيل مجموعتين حل المعادلتين بيانيا فنبدأ بالمعادلة الأولى 22 زايد صاد ساوى 3 ونكتبها بدلالة أحد المتغيرين وليكن مثلا المتغير سين وتصبح المعادلة بهذا الشكل صاد تساوي 3 ناقص 2 سين ثم بعد ذلك نكون جدول القيم ولأن المعادلة مكتوبة بدلالة متغير سين فنختار قيمتين للمتغير سين ولتكن مثلا صفر واثنين وبالتعويض عن قيمة متغير سين بصفر تصبح صاد تساوي ثلاثة ومنها الزوجة المرتب صفر وثلاثة وبنفس الطريقة نعوض عن قيمة سين باثنين فنحصل على قيمة صاد وهي تساوي سالب واحد ومنها نحصل على الزوجة المرتب اثنين وسالب واحد نقوم الآن بتمثيل الزوجين المرتبين على الرسم نبدأ بالزوجة المرتب صفر وثلاثة وتمثله النقطة الواقعة على محور الصادات كما نشاهد الآن والزوجة المرتب اثنين وسالب واحد تمثله النقطة المقابلة للاثنين من محور السينات وسالب واحد من محور الصادات كما نشاهد الآن نقوم الآن برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين وبهذا نكون قد مثلنا مجموعة حل المعادلة اثنين سين زايد صاد يساوي ثلاثة بيانيا بنفس الطريقة نقوم بتمثيل مجموعة حل المعادلة أربعة سين زايد اثنين صاد يساوي ستة ونكتب المعادلة بدلالة أحد المتغيرين وليكن المتغير سين وتصبح المعادلة بهذا الشكل صاد يساوي ستة ناقص أربعة سين على اثنين ثم بعد ذلك نكون جدول القيم ونختار قيمتين للمتغير سين ولتكن مثلا واحد وثلاثة وبالتعويض عن قيمة سين بواحد فالمعادلة صاد يساوي ستة ناقص أربعة سين على اثنين نحصل على قيمة صاد وهي تساوي واحد ومنها نحصل على الزوج المرتب واحد وواحد وبنفس الطريقة إذا عوضنا عن قيمة المتغير سين بثلاثة نحصل على قيمة المتغير صاد وهي تساوي سالب ثلاثة ومنها نحصل على الزوج المرتب ثلاثة وسالب ثلاثة نقوم الآن بتمثيل الزوجين المرتبين على الرسم ونبدأ بالزوجة المرتب واحد وواحد وتمثله النقطة المقابلة الآن على الرسم كذلك الزوجة المرتب ثلاثة وسالف ثلاثة تمثله النقطة المقابلة للثلاثة من محور السينات وسالف ثلاثة من محور الصادات ونقوم الآن برسم خط مستقيم يمر بالنقطتين نلاحظ هنا أن المستقيم منطبق على المستقيم الأول إذن في هذه الحالة فإن النقاط المشتركة بين المستقيم هي عدد لا نهائي من النقاط إذن فإن مجموعة حل المعادلتين في هذه الحالة مجموعة غير منتهمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر